طيب خلوني أولا وبالتزامن مع تجديد ترحيب بدكتور محمد كلاني بس أقولك الحاجة مهمة جدا حقك أن تعرفها باعتبارك مواطن مصري محضر السفارة المصرية يا سادة كرام لا تسكت الخارجية المصرية لا تصم الأذان ولا تضع أو يعني تغمض العيون السفارة المصرية في أتينا بتكثف وبتتواصل في استمرارية اتصالاتها مع السلطات المصرية المعنية ليه؟ لتسهيل واستثناء أهالي ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية واللي غير قدام السواحل اليونانية الأسبوع اللي فات بقولك ده في إطار المستجدات اللي انت لازم تبقى عارفها بنعمل كده لي مصر بتعمل كده لي بمنتهى البساطة عشان حضرتك مصري لازم الأهالي يتمكنوا دي رؤية الخارجية والسفارة المصرية تمكنوا من سرعة إجراء تحليل الـ DNA واللي طلبت به السلطات اليونانية ليه؟ علشان يقدروا يعملوا المطابقة مع الجثمين والتعرف على الجثمين رحمة الله عليهم جميعا أهالي الضحايا يقدروا يروحوا ويتوجهوا اعتبارا من بكرة الصبح بعد إذنكم بكرة الصبح مصلحة الطب الشارعي بالسيدة زينب علشان تحليل الـ DNA والمصلحة هتبدأ أو مصلحة الطب الشارعي هتبدأ تراجع مع السفارة أو ترسل للسفارة المصرية في أتينا كافة النتائج تباعا فورا الاعتماد رحمة الله عليهم جميعا نعزي أنفسنا في النهاية أهلنا ترجمة نانسي قنقر